مهد رسالة السلام تتواصل الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات المنددة بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها فعلى بلاط كنيسة المهد وعقب الانتهاء من قداس الأحد احتشد عشرات المواطنين للتعبير عن رفضهم زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينيس المتوقعة إلى بيت لحم مؤكدين سياءهم من الانحياز الأمريكي لإسرائيل دعم المطالب الفلسطينية والمواقف السياسية الفلسطينية برفض استكبال أي مبعوث أمريكي خاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها باحتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وأيضا تنديدا بهذا الموقف فعلى مدار ثلاثة أيام وشجرة الميلاد لم تضاء في ساحة المهد احتجاجا على قرار ترامب فالكساد والركود الاقتصادي يسود المدينة جراء حالة غضب في محافظات الوطن إعلان ترامب عن القدس عاصمة إسرائيل هو قرار آجاء في جميع المفاهيم خطأ في الجانب القانوني خطأ في الجانب السياسي خطأ وفي التوقيت خطأ وبالتالي هو آجاء ارتكب مجموعة من الأخطاء أدت إلى توتر المنطقة ونتيجة توتر في المنطقة أنت بتشوف كل يوم في احتجاجات في مختلف في المواقع في بلدة تقوع للجنوب الشرقي من بيت اللحم قمعت قوات الاحتلال بالرصاص الحي والقنابل الغازية والأعير المطاطية مسيرة طلابية خرجت تنديدا بقرار ترامب فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها على مداخل البلدة وفي شوارعها وأزلقتها جاء الرد واضح تماما من كل أهالي فلسطين وكل دول العالم رفضا لهذا القرار بلدة تقوع من الرافض دوما لتواجد جيش الاحتلال في داخلها تواجدت اليوم صباحا قوات الاحتلال وبشكل مكثف في محيط البلدة وفي داخل البلدة قاموا باقتحام مدرسة تقوع الأساسية المختلطة والتي هي فقط للصف السادس وبالتالي هم أطفال قاموا باقتحام هذه المدرسة أيضا كان هناك مواجهات عنيفة بجانب مبنى البلدية كان رد الجيش الإسرائيلي واضح قوي جدا استخدام للرصاص الحي بشكل مكثف وكبير فمدارس المحافظة باتت أكثر المؤسسات استهدافا وطلابها الأكثر اعتقالا في الأيام الماضية وهنا في المدخل الشمالي لبيت الأحمد تتواصل المواجهات منذ ساعة الصباح والاحتلال يستهدف محيط المنطقة والمواطنين فيها بشكل متعمد حالة غضب عام تشهدها المحافظة رسميا وشعميا بعد الاعتراف الأمريكي المشؤون بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال اعتراف عكس رفض المواطنين الاستقبال نائب الرئيس الأمريكي على بلاط كنيسة المهد وفي مدينة مهد رسالة السلام من المدخل الشمالي لبيت الأحمهاني فنون تلفزيون فلسطين